من ريف دماشق معي مرسلنا جواد العربيني جواد ضعنا في صورة ما يحدث في برزة لو سمحت هل يمكن أن تشهد أحياء أخرى سيناريوهات مماثلة؟ نعم ميسون بالفعل اليوم تم التوصل للتسوية اليوم وصلت الحافلات صباحا وخرج 1022 شخصا من بينهم 568 مقاتل في صفوف الجيش الحر كمرحلة أولى ستتبعها سبعة مراحل أخرى ليبلغ العدد الإجمالي للمهجرين من المدنيين ومقاتلين في صفوف الجيش الحر إلى 8000 شخص حقيقة ميسون التسوية ليست بالمفاجأة منذ شهرين كان هناك عدة جلسات مفاوضات بين النظام والمعارضة السورية كما هو معروف برزة لم تدخل في أي قتال خلال حملة النظام العسكري على الأحياء الشرقية للعاصمة دمشق وكان هناك تهدئ من الطرفين بسبب احتواء الحي على أكثر من 30 ألف مدني كل ما جرى في الحي كان هناك حصار وقطع للمواد الغذائية عن المدنيين في حي برزة لإجبارهم على هذه التسوية في المقابل كان هناك منذ الأمس إلى اليوم تهدئ لمدة 24 ساعة في أحياء تشرين والقابون خلال هذه التهدئة كان هناك مفاوضات أيضا بين الجيش الحر وقوات النظام من أجل الوصول لتسوية طبعا النظام كان يريد تسوية على غرار ما حصل في برزة تسليم حي القابون مقابل التهجير نحو الشمال بينما قادة ميدانيون اليوم اجتمعنا بهم أكدوا أن خيارهم كان خلال المفاوضات والبقاء بأسلحتهم داخل حي القابون نعم وربما أريد أن أشير هنا ميسون أن خرائط مؤتمر أستانا الأخيرة هي ربما تشهد هذا التوتر البعض في فصائل المعارضة نعم تبعنا هذا من على الأرض معك ونحن بسياق هذه الحلقة أيضا نتابع موضوع التهجير القصري كيف له فعلا شواهده على الأرض ومن يستفيد منه شكرا لك جواد العربيني مراسلنا في ريف دمشق